نحتار قليل بس نشوفك عم بتغني او تمثلي او تحكي حتى من وين بتجيبي هالطاقة وهالضحك المشحة اسم الله عليك بلت ان هالدهية حقيقية لك اكيد حقيقية انا قدمة تمثل يعني او قدمة الداعية بمطرح معين بتجيبين اذا انت حقيقية او لا انا حدا فول اف انرجي يعني حتى هايبر اكتف شوي اسم الله عليك من انا وصغيرة يعني بدي ضلوا يهدوني لأجمد فبعتقد انه فادتني شوي بالشغل بس بأوقات بتتعبني لانه بحس انه اذا قعدت ندفع او جميل بحس في شي غلط بالوقت اللي لأ لازم وحد يرتاح اوقات اذا وحد يهدى شوي اوقات ايه اذا وحد يهدى اقزاكي مشان هيك عنديك هالقد طاقة على المسرح حتى لا بتهدى ولا بتتعب وبتغني ودايما هايبر من مسرح الغنائي لكل شي في فرح للكتابة للحفلات يعني للتمثيل لك ليزم تتنفسي مثلنا انت عايشنا بتكلب نشرب بيسالوني ها قطوات بغني انت بلايبت كيف تقدر تنط وتغني بزيت الوقت ايه انا ما بروح على الصوت تالفي انا حدا بيعمل كتير سبار كمان هدا الشي كتير بيساعدني بس تفاعل العالم يعني وتشوف الناس مبسوطة وعام بيغنوا معي بنسى اوقات برجع انا وايطا بحضر الحفلات او بسمع حالة بقول انو شو كنت حاسب هاللحظة لي ليه ما وقفت من ليه ما رقت شوي بس أنا بلاقيها شغلة إنه حمد الله طالما الناس عم تتفاعل معي بطريقة إيجابية إنه لا مفتوطة دي العيلة عندها تأثير إنه أنت كمان من عيلة فنية عريقة ألين وكل هيدول الأحاسيس وإذا بدنا نقول يعني مشبولين فيك أكيد أكيد لك بالجينات إلا ما تورتي شي بس بالآخر كيف أنت بتطوري هيدا شي شغل أنت بديك تعملي عحالك يعني ما بيكفل اليوم تكون جاية من عيلة فنية لأنه خاصة بهالأيام صارت أهيا من أيامي أنا أنا حرصت أول ما بلشت أنه ماين عرف أنا مين أخديت وقت قبل ماين عرف بالأول فكروني من أصل لبناني وجاي من بره لأنه كتعم غني غربي وربح جويز بره لبينما نعرف بعدين أنه أهلي مين وحرصت على أنه ما أشتغل مع العيلة لا لألفين وستعاش وقت عملت بنت الجبل مع روميو لحود كان بدي خلص أثبت لكل الناس أنه أنا قادرة أشتغل لوحدة ومنى الفكرة أنه أنا تكملة لحدا من العيلة بس أكيد تعلمت المبادئ لأنه يكون عندك هوية خاصة لك أكيد لأنه كمين عند إيمان أنه أنا ما بشبه أمي أنا نمطي مختلف أنا بدي عاصر جيلي أنا دراسة إخراج وتمثيل بالجامعة اليسوعية يعني تأصدت روح أتخصص كمان مش أنه إيه بعرف كل شي من البيت سأو يلا على الهيئ اليوم بتحسيها شوي أهيا عند كتير من ولاد الفنانين مع احترامي إلون بس أنه صارت هيك فور جرانتد أنه بي واصل صو إيه صو إذا بساعدني وبيسير أسهل أنه برهن أسنك طبعا هي أسهل وهي محققة إذا الشخص بيستاهل أنا ما عم أقول لا بس أنا بطبعي حدا ربال ما بحب أعمل القصص أنا بإيدي يعني ما بحب حدا يلقاطني بإيدي ويقلي أنه تعي تساعدك تعملي هالشي لأنه إذا وقعت عبالي أنا أتعلم منه ونجحت أكل حالي كمانا عالين ما بحباه